الفوز مهم للنادي الاهلي في المرحلة والظروف الحالية بس محمد عايزة اتكلم في نقطة مهمة قبل مبدأ في الكلام على الفريع هتكلم على اللاعب رقم واحد هتكلم على الجمهور كنت بارح اتكلمت ووجهت رسالة الجمهور النادي الاهلي بعد المباراة وحابب ان انا وجه رسالة مرة تانية وتعقب على الكلام اللي انا اقولها محمد جمهور النادي الاهلي طبعا مقدرين ان المباراة المسافة بعيدة مقدرين ان الجو كان برد جدا مقدرين ان عدد الجمهور كان قليل سماح بعشر تلاف متفرج فقط عارفين كل الكلام ده لكن دايما جمهور النادي الاهلي في ظهر الفريق هو اللاعب رقم واحد هو اهم لاعب موجود في اي مباراة او في اي انجاز بيحققوا او يحققوا النادي الاهلي الجمهور اللي كان موجود مبارح كان جمهور قليل في العدد لكنه كان كبير جدا بالروح اللي قدمها من اول دقيقة لحد اخر دقيقة تشجيع للفريق التزامه بالروح الرياضية التزامه مع فريقه وتشجيعه فقط لفريقه ده هيمنح فرصة كبيرة جدا جدا في المباريات اللي جاية علشان العدد يبدأ ان هو يزيد علشان نبدأ ان ان شاء الله المباريات تكون هنا في القاهرة ممكن يكون فيه ظروف ممكن يكون فيه احداث لكن هيظل جمهور النادي الاهلي هو الداعم الأول للنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هو ده اللي مميز به نادي الاهلي لما بيكون موجود في اي حتة الجمهور اللي في ظهره هنا في القاهرة في اسكندرية في برج العرب في الامارات في اي مكان الاهلي بيبقى موجود فيه حتى في افريقيا لازم جمهور النادي الاهلي دايما بيكون وراه يعني جمهور الاهلي ده احنا محمد انا وانت وكل الناس اللي موجودة احنا منهم يعني احنا مش بنتكلم بصفتنا ان احنا كمقدمين برامج او مزيعين لا احنا بنتكلم كجمهور النادي الاهلي الواحد شاف الجو برد قد ايه والمسافة بعيدة لكن ان نتمنى ان كل ده جمهور النادي الاهلي يتحدى ويتحدى الصعاب ايا كان ايه هي لحد ما ان شاء الله الوضع يرجع بشكله الكابل تفضل يا محمد بالتأكيد يا عمر ملف الجمهور ده ملف شائق جدا فيه تفاصيل كثيرة جدا لو انتكلم فيه بس بصراحة يعني من خلال عشرة مطشاط كتيرة وسفريات كتيرة شفنا مدى حب جمهور النادي الاهلي للنادي وللفريق وان زي الجمهور كان بيحضر مطشاط في الاتغال الافريقية في مسافات بعيدة جدا لدرجة بتوصل انك ممكن تنتقل من دولة الى دولة في القرى الافريقية في وسط افريقيا عبر الباص وعبر الحافلات والاوتوبيسات دون ركوب الطائرات او حتى مسافات تستغرقها او تختصرها في وقت وليل جدا من خلال رحلات طيران انا عشت ده في سفريات افريقية شفتها يعني سفريا بين اسيوبيا الى كينيا الى تنزانيا تخيل جمهور النادي الاهلي كان من خلال حفلة في سفريا لمدة 48 ساعة خدها بالشكل ده فالجمهور اللي بالعقلية وبالمنتاليتي وبالتفكير ده ما تقدرش تقوله انت زي ما جيتش استاد برج العرب اكيد فيه ظروف معاكسة واكيد فيه ظروف ممكن تكون تمنعه لكن بالطبع بنشكر الناس اللي حضرت في التوقيت ده لمساندة الفريق لكن هذا الملف يا عمر بصراحة محتاج دراسة مهمة جدا لان المراحل القادمة هي مباراة دور الـ 32 لكن بداية من شهر يناير عندك مباريات دور المجموعات يا ربي بإذن الله نتأهل الى دور الـ 16 فعندك احداثة كثيرة حتى مباراة الدور العام جمهورك مهم جدا وجوده ودمعه فرقته فالملف ده فيه تفاصيل وفيه امور كثيرة جدا لو هنتكلم عنها ده محتاج حلقات وحلقات عشان نشوف المشكلة ازاي تتحل لكن اقامة مباراة النادي الاهلي في استاد برج العرب بصراحة فيها مشقة على الجماهير الاهل قدر الامكان من خلال ادارة الجماهير اللي بترأسها الاستاذ العمري فاروق انايب رئيس النادي الاهلي وفي عضوية هذه اللجنة الاستاذ خالد دامورتاجي والاستاذ ابراهيم الكفراوي والعميد محمد دامورجان والاستاذ زطري أنديل قدر الامكان بيحاولوا يشوفوا الظروف الملأمة للجمهور عشان يحضر مباراة الاهلي سواء في البطولات الافريقية او حتى مباراة الدور العام لكن قدر الامكان ننتظر المرحلة القادمة في اتصالات موسعة بتجرى في هذا الملف لكن الجمهور اخر عنصر في عناصر اللعبة اقدر الوم عليه او اقدر اتكلم بخصوصه لان الجمهور محتاج ظروف مواتية حواليه عشان يحضر ويشاهد فرقيته ويشجح محمد انا مش بتكلم على ان الجمهور يتم ان احنا نلوم ولا لا انا بتكلم ان في اصعب الظروف ان دايما جمهور النادي الاهلي بيكون موجود برج العرب شهد المباراة الافريقية جمهور كان في الملعب مقفل الاستاذ الجمهور كان موجود في كل اللقاءات اللي كانت قبل كده سواء افريقية او محلية او في دور 64-32 انا بتكلم على ان الجمهور لازم يكون موجود في المدرجات زي ما كل الجمهور يعني نفسه ان هو يكون موجود لكن النقطة المهمة ده انا عايز اتكلم فيها برضو ان التزام النادي الاهلي او التزام الجمهور اللي كان موجود مباراة محمد هو ده اللي احنا بنتكلم فيه الالتزام بالروح الرياضية والالتزام بتشجيع الفريق فقط من اول دقيقة لحد اخر دقيقة هو ده الانظر اللي احنا كاهلوية كنا مبسوطين منه جدا 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 الجمهور اللي احنا اللي كان عدده صغير اللي انت شفته اللي كل مصر شفيته ده كان صغير في العدد لكنه كان كبير بالروح اللي قدمها كان كبير بالدرس اللي قدمه من اول دقيقة في التشجيع لحد اخر دقيقة وبالتالي ده اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على ان جمهور النادي الاهلي في اي وقت هو اللاعب رقم واحد ازاي محمد هتلعب المباراة بدون اللاعب رقم واحد اللاعب رقم واحد لو مش موجود مش هيكون فيه اصلا مباراة وبالتالي ده اللي احنا بنقوله بنفتقد جمهور المصري والجمهور الاهلاوي فيما لعبنا بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص ببنصدق محمد يكون في مباراة افريقية علشان يشوف جمهور النادي الاهلي يملى الملعب ويملى المدرجات ويمتعنا بالانشيد والاغاني اللي دايما بيهتفوا بيها للنادي الاهلي وزي ما انا قلتلك انا كنت موجود في المباراة الامس واستمتعت جدا بالجمهور القليل اللي كان موجود اللي كان سبب في فوز النادي الاهلي وممكن نقول ان هي بداية يعني بداية مش قوية لكن الظروف اللي عندك اللي احنا هنتكلم عليها والظروف اللي دايما النادي الاهلي لما بيكون محطوط فيها بيتفوق عليها ما فيه شك ان طبيعي 16 لاعب فقط في القيمة الافريقية عندنا لعيبة مصابة عندنا لعيبة مش مقيدة عندنا لعيبة اتعقدنا معاها ولسه شهر يناير مجاش وبالتالي عندنا ظروف كتيرة جدا لكن دايما النادي الاهلي كما هيرو لعبته ادارته جهازه الفني بيتغلب على اي صعاب وهي دي السمة الرئيسية والسمة المهمة اللي تربينا عليها في النادي الاهلي